ازايكم يا اجمل متبعين في الدنيا وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت جاية النهاردة ومعايا قصة جديدة انا متأكدة انها هتعجبكم لكن قبل ما احكي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه وانا اتجوزوا واشيلي الليلة لي يا ماما مش اختي هي اللي هربت انا مالي بقى انقذيني من الفضيحة يا بنتي عشان خطري لا يا ماما مستحيل وبعدين انا لسه صغيرة على الجواز هقول ايه لي الناس بس يا ربي انا خايفة قوي خصوصا من عاصم لما يعرف البنت اللي بيحبها هربت خلاص يا ماما انا موافقة بس عاصم مش هيوافق لانك اكتر واحدة عارفة ان عاصم بيحب قلق قوي انا هكلم ابوك يكلم عاصم المهم انت توافقي انا موافقة خلاص بتستمسكت ايد غادة وقالت انا عارفة انك بتحبي مزن قوي بس معلش يا بنتي هانا اعمل اي حاجة عشان هالتي يا ماما وبعدين مش عايزك تزعلي الامور هتبقى بخير ما تقلقيش ابتسام بستها في راسها وقالت ربنا يهديك يا بنت بطني ابتسام طلعت وغادة قعدت على السرير وانهارت من العياد واتكلمت غادة وقالت مزن حب حياتي ومش عارفة زا كنت هقدر عايش معاصم ولا لأ هاعمل ايد دلوقتي انا محتارة بيني وبنهلتي غادة قامت وتكلمت بحزن وقالت سمع تالتي دلوقتي في ايدي ولازم انقذها غادة دخلت الحمام وغسلت وشها وقالت ده الصح يا غادة ابتسامنا دهت على ابراهيم والد غادة وقلاء اللي هربت ليلة فرحة علشان بتحب واحد تاني فيه ايه يا ابتسام وبعدين بنتك ما نزلتش لحد دلوقتي ليه عايزين نكتب كاتب الكتاب بصراحة قلاء هربت انتي بتقولي ايه الناس برا يا ابتسام مش وقت هزارك ده خالص بس دي الحقيقة يا ابراهيم بنتك هربت مع كريم قلتلك زمان بلاش تغصبها شوف عنادك وصلنا لفين طب والعمل دلوقتي غادة موفقة تتجوز عاصم بدل قلاء وعشان ده يحصل لازم تكلم عاصم بس غادة بتحب مازن ومازن كمان بيحبها حرام اظلمها معي ما انت ظلمت بنتك التاني يا ابراهيم هو الورطة اللي احنا فيها دي دلوقتي بسببك خلاص يا ابتسام اطلع انت الغادة وانا هتكلم عاصم حاضر ابتسام طلعت فعلا ابراهيم قال ربنا يسطر والودي وافق اتكلم عاصم بهدوء وقال خير يا عمي سمات انك عايز تكلمني في حاجة طب وعد الاول يا ابني عشان الكلام اللي هقوله مش هينفع وانت واقف عاصم قعد وتكلم بشك وقال هو في حاجة يا عمي بصراحة كده يا ابني بنتي قلق هربت لان الحقيقة بتحب واحد تاني من زمان قوي وكانت عايزة تتجوزه بس انا رفضت لان الواد ما عجبنيش عاصم قام وتكلم بغضب وقال انت بتقول ايه هربت ازاي هي مش عارفة ان النهاردة كتبكتبنا ولا ايه ابراهيم قام وتكلم بهدوء وقال يا ابني هدى الناس تسمعنا برا هو ده اللي فارق معاك يا ابراهيم به يعني مش فارق معاك شكلي هيبقى عامل ازاي قدام الناس بعد ما تعرف ان العروسة هربت ما تقلقش مش هيبقى شكلك وحش قدام حد لانك هتتجوز بنتي صغيرة غادة عاصم قاعد يضحك وفجأة تكلم بزيق وقال هو انا شطرانج عشان تحركه زي ما انت عايز يا ابني وطي صوتك الناس برا وربنا ما هسكت على اللي حصل ده يا ابراهيم به ابراهيم مسك دراع عاصم وقال له انت عارف انا بحبك قد ايه وعارف كويس ان سمعتك من سمعتي وانا لو مش وصق فيك ما كنتش وفقت ان بنتي صغيرة تتجوزك بدل اللي هربت عاصم بعد تفكير طويل اتكلم وقال انا موافق اتجوز غادة بس على شروطي انا بقى وانا موافق على كل شروطك هتجوز غادة شهرين بس ولو رجعت قلاء في الشهرين دول هطلق غادة واتجوز قلاء يا ابني دي بتحب واحد تاني معقول هتقبل على نفسك تتجوز واحدة قلبها مع واحد تاني زي ما قبلت المهزلة اللي حصلت دي يا ابراهيم بيه ابراهيم سكت وعاصم قال هروح اتكلم مع اهلي وخلي البنت تجهز عايز اخلص من ام الليلة دي حاضر حاضر عاصم طلع وابراهيم طلع فوق وفتح الباب وقال جهز البنت يا ابتسام عاصم وافق دموع غادة نزلت على خدها اتكلم ابراهيم وقال مش عايزك تزعال يا غادة وعاصم اتفق معايا انه هيطلقك بعد شهرين غادة هزت راسها ودخلت الحمام علشان تغير هدومها وتلبس الفستان اللي كانت هتلبسه قلاء والدة عاصم اتكلمت وقالت انا قلتلك من الاول بلاش الجوازة دي بس انت ما سمعتش كلامي انت انفكره ان هسكت على اللي حصل ده وربنا لدفع بنتهم التمن غالي قوي على الاهانة دي طب وينوي على ايه اتكلم عاصم بغضب جحيمي وقال على ضمار مر الوقت على طول وعاصم كتب على غادة اللي كانت متضمرة من جواها وبعد شوية عاصم وغادة وصلوا شقة وعاصم فتح الباب وقال مرحب بيك يا عروسة في جحيم العاصم غدا بصت لعاصم وما كانتش فهمها هو بيقول كده ليه وبعدها عاصم اتكلم وقال انت من النهاردة هتكوني خدامة عاصم الشامي اتكلمت غدا بعفوية وقالت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده انا تجوزتك على سنة الله ورسوله ويردت رأي كلامك انا مش خدامة عند حد عاصم قعد على الكنبة وحط رجل على رجل وقال وانا هستنى ايه من واحدة اختها هربت مع عاشقها في ليلة فرحة مش لوحدك مظلوم في الحكاية دي انا مظلومة زي زيك بالزب عاصم قام ومسك ايديها بكوه وقال مظلومة في ايه وبعدين انت كنت تحلمي تتجوزي عاصم الشامي ولا ايه المفروض تحميدي ربنا انك تجوزتيني غادة زقيت وقالت مش عايز احلم لاني لو حلمت هاحلم اني بخلف عليك شكل الجريئة قوي بس اللي يشوفك ما يقولش كده على عموم من النهاردة هتنامي على الارض ومش هيكون معاك غطى خالص عشان تحسي بالوجع اللي انا فيه تصبحي على خير عاصم دخل قط وقفل الباب في وش غادة اللي قعدت على الارض وضمت ايديها ورجليها البعض وقالت وانا تعاكب على اخطاء اختي ليه انا زنب ايه في كل اللي حصل علشان يحصل معايا كده غادة نمت على الارض وكانت ساعانة قوي لان الجو كان برد جدا وتكلمت الاء بخوف وقالت يا ترى ايه اللي حصل يا كريم انا حاسة ان اللي عملته غلط ما كانش ينف اهرب انتي بتقولي ايه يا الاء بقول ان غلط يا كريم ولما هربت كان لازم اراجع نفسي كويس قبل ما اخد الخطوة دي الاء انتي عارفة كويس انا بحبك قد ايه ومستحيل ازيكي مهما حصل ولو مش واثقة فيا انا ممكن اوصلك لحد البيت وساعتها مش هتشوفي وش تاني ما تزعلش مني بس انا خايفة على عائلتي قوي ما كانش ينفع اهرب كان في مليون حل غير كده ما تيلاقيش يا حبيبتي وان شاء الله اهلك هيلقوا حل المهم ما تزعلش نفسك واحنا هنفضل هربانين لحد امتى لحد ما اهلك يوافقوا على جوازنا يا الاء المهم ادخلي غير هدومك بدل من انت لابس الفستان ده اتكلمت الاء بخوف وقالت لا 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 انا مرتاحة كده وبعدين انت هتنم معايا ولا ايه ياريت بس ما ينفعش يلا تصبحي على خير وصحيح لو عوزتي حاجة ريني علي حاضر كريم طلع من القوضة وقالاء جريت على الباب وقفلت بالمفتاح ودخلت الحمامة علشان تغير هدومها وقالت كويس اني جبت هدوم معايا الاء غيرت هدومها ولبست بجامة مريحة في اللبس ولكن دمعها نزلت فجأة يا ترى ايه اللي حصل مع اهلي يا رب وقف معيهم انا عارف اني غلطانة بس ما قدرش اظلم عاصم معايا هو بيحبني بس انا مقدرتش حبه لاني للأسف قلبي مع شخص تاني عاصم ما كانش عارف ينام كان بيفكر في قلاءه اللي عملته وهو بيقول في نفسه بسببك قلاء اختك هتعيش اسود ايام حياتها هو انت انفكر اني هسيبك تعيش حياتك مع اللي هربت معايا وتتهنن وربنا ما هسيبك ولازم اجيبك من شعرك وعرافت مين عاصم الشامي لتحكت عليه عاصم طلع من الاوضاء وليقي غدا نايمة في الارض وترتاش من السقعة راح شالها من على الارض وحطها على السرير وغطها بالبطنية وطلع واتكلم في نفسه بغضب وقال ايه اللي عملته داي عاصم ما ينفعش تتعامل معاها كده لازم تكون قاسيا عن كده وبعدين اوعاك تنسى انك انت كنت لعبة في اديهم عاصم قعد على الكرسي وتكلم بديق وقال لازم انتقم من قلاء مستحيلة سبها في حالها لازم تدفع تمن اللي عملته عاصم مسك تليفونه ورنع على واحد من رجالته وتكلم بهدوء وقال هبعت لك صورة بنت دلوقتي عايزك تجيبها لي خلال يومين اوامرك يا عاصم بي عاصم قفل التليفون وبعت الصورة فعلا وتكلم بخب سؤال وبكده تكون المسرحية اشتغلت بحقه حقيقي وفي صباح يوم جديد غدا فقت من النوم وتفاجأت انها على السرير علشان تقوم وهي مصدومة وفي الوقت ده عاصم طلع من الحمام وغدا قامت وقفت قدامه وتكلمت بعفوية وقالت انت عملت ايه وبعدين انا كنت نايمة بر ازاي دخلت هنا عاصم وقف قدام المراية وتكلم وهو بيرجع شعره الورى وقال احمدي ربنا ان عملت معاك كده وعلى عموم مش هتحصل تاني اتكلمت غدا بارتباك وقالت طب انت انت فين على السرير انت ازاي تنم معايا على السرير واحد انت عارف انا تجوزتك ليه فبلاش تاخد راحتك معايا عاصم مسك ايديها وتكلم بخب سؤال مش مراتي ولا ايه غدا بلعت رقها وعاصم حط ايده على وشها وتكلم بحنان وقال جمالت مش طبيعي يعني لسه صحية من النوم وملمس وشك ناعم قوي غدا زقت ايد عاصم وقالت وعاك تفكر انك هتقدر تضحك علي بالكلمتين دول انا غدا الخولي اتكلم عاصم بطريقة وقال على اساس كنتي غدا عبد الرازق وبعدين انا بتكلم مع خدامة ليه يلا يا بيت روحي عملي اي حاجة تفحها ماليش دعوة وقلتلك قبل كده اني مش خدامت حد ربنا خلقنا احرار عاصم خد الجاكت بتاعه وقال شكلك عنيدة وانا ما بحبش كده دلوقتي لازم امشي لاني عندي شغل ضروري بس لما ارجع ساعتها هعرفك اذا كنتي خدامة ولا لأ سلام يا حلوة عاصم خرج وغدا تكلمت بطريقة وقالت انا مش عارفة ازاي اختي كانتها تتجاوز الشخص ده انا دلوقتي عرفته يا هربت ليه الاقامت من النوم على تخبيط على الباب وتكلمت بفزع وقالت مين ده انا كريم الاقامت من على السرير وقالت دي ايه يا كريم الاقام دخلت الحمام وغيرت هدومها وطلعت فتحت الباب وتكلمت بالتسامة وقالت الصباح الخير الغزالة شكلها رايق النهاردة ولا ايه حاجة شبه كده طب بمناسبة اللحظة الحلوة دي ايه رأيك ننزل تحت شوية ماشي الاقام خرجت مع كريم وقفلت الباب وراها وماشيه نزله تحت وكريم قال حجزت الترابيزة دي مخصوص لينا علشان عارف ومتأكد انك جعينا الاق قعدت على الكرسي وقالت وهناكل ايه بقى كريم قعد هو كمان ومسك المينيو وقال ايه رأيك نطلب مكارونا استمعت ان المكارونا اللي بتتعمل هنا اسباني الاق بفرحة قالت واو انا بحب الاكل الاسباني قوي خلاص هنطلب طبقين مكارونا اوكي كريم طلب الاكل واكله وبعدها خرجه احنا رايحين فين يا كريم انت عايزة تروحي فين اروح اي مكان انت عايزه بس محدش يشوفنا لان لو حد شفنا هتحصل مصيبة ماشي يا حبيبتي طب انا عطشانة قوي ممكن تجيب لي ازازة مياه من السوبر ماركت ده من عيوني كريم راح فعلا وعاصم كان سيق العربية واول ما شاف قلاء وقف العربية ونزل منها واول ما قلاء شافته جاي عليها كانت لسه هتجري لكن عاصم مسك اديها جمد قوي وقال انت انفكر اني هسيبك ولا ايه ما بقاش عاصم الشامي لو ما عرفتكيش ازاي تغلطي مع اسيادك اتكلمت قلاء بقلم وقالت عاصم لو سمحت سيب ايدي وبعدين انا عمري ما حبيتك وانت كنت عارف الكلام ده كويس رغم كده كملت معايا استحمل العواقب بقى مش انا اللي هستحمل العواقب للأسف اللي هتستحمل العواقب اختك اتكلمت قلاء بصدمة وقالت ايه؟ اتكلم عاصم ببتسامة وقال هو انتي ما تعرفيش ان اتجوزت اختك ولا ايه ومش بس كده واناوي اخد حقي منها كمان دموع قلاء نزلت وقالت بس اختي ملهاش زنب في اللي حصل للأسف اختك هتتعاقب على غلطتك واقعك تفكري اني هسيبك في حالك انا هكون كابوسك الاسود في حياتك يا قلاء قلاء مسكت في دراع عاصم وتكلمت بعيات وقالت عاصم اختي ملهاش زنب في اللي حصل ماينفعش اختي اللي تدفع التمن حرام عليك حرام علي وليه ما قلتيش حرام عليك انتي بسببك انا وغدر نتعذب بسبب اخطائك استسجا بس وعد مني ليك يا قلاء لا تندمي عاصم لبس نظرت السودة وركب عربيته ومشي وفي الوقت ده كريم جاه وقال معلش يا قلاء اتخرت عليك لكن قلاء ما ردتش عليه كريم حط يده على كدفة قلاء وقال لها قلاء انتي كويسة قلاء هزت راسها وقالت لا مش كويسة انا تعبانة قوي وعايز اروح كريم حطي ايده على راسها وقال فيك ايه يا حبيبتي اخذك للدكتور طيب ضايخة شوية بس لو مشيت من هنا هكون مرتاحة قوي ماشي يا حبيبتي يلا عاصم رجع شقيته بعدما كان رايح شغله مهم كان راجع متعصب قوي وما كانش شايف حده قدامه فتح الباب وزقه بكل قوة علشان تطلع غدا من المطبخ وطلعت غدا من المطبخ وهي مخدودة عاصم قعد على الكرسي وقابض ايده وكان بيتنفس بصوت عالي غدا قربت منه وقالت عاصم انت كويس كانت قدام عيني ازاي ما قدرتش اخد حقي منها ازاي كنت ضعيف قوي كده غدا قعدت جنبه وتكلمت بهدوء وقالت له انت بتتكلم عن ايه انا مش فاهم حاجة عاصم بصل غدا وقال اختك كانت قدام عيني وما قدرتش اقرب منها وهي فين هي فين دلوقتي عاصم قاموا وتكلم بزيق وقال هو ده كل اللي همك وبعدين انا هستنى من واحدة زيك ايه غدا قامت ومسكت في دراع عاصم وقالت له انا معدرة اللي انت فيه بس انت جواك شخص طيب يا عاصم الشخص اللي جواك هو اللي كان موجود لما شفت علاء انما الشخص اللي قدامي دلوقتي مش انت عاصم مسك في دراع غدا جامد وقال انا شخص سيق قوي وهتشوفي ده بعينك عاصم زق غدا ووقعت على الارض دموه غدا نزلت وعاصم اتكلم بامر وقال شايفة الشقة دي عايزها ترجع جديدة مش بس كده عايزها ارجع من برا لقي الاكل جاهز غدا وهي بتقوم من على الارض قالت بس انا تعبانة اوامري تتنفذ فاهمة ولا لأ غدا هزت راسها وعاصم طلع من الشقة وقفة للبات جامد قوي غدا قامت من على الارض بالعافية ودخلت القوضة وبدأت تنظف القوضة فعلا وفجأة لقيت عاصم رجع مرة تانية وترمى في حضنها وتكلم بواجع وقال انا تعبان قوي غدا غدا حست بواجع وهي كمان وتكلمت بهدوء وقالت ايه دا يا عاصم انا عارف انت كنت بتحب علاء قد ايه بس دا نصيبك عاصم بص في عين غدا وقال يعني انت نصيبي اتكلمت بارتباك وقالت لا 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 ما كانش قصدي كده وبعدين احنا نتطلع بعد شهرين بس انا مش عايز اخسر كل حاجة غدا مسكت ايده وقالت وانا جنبك يا عاصم اختي السبب في اللي وصلت لي وانا مش هسيبك الا لما ترجع عاصم بتاع زمان لازم ااخد حق من اختك ولو ما اخدتوش مش هقدر ابص لنفسي قدام المراية بلاش الشخص القاسي دا طلع الشخص اللي جواك الطيب الشخص الحنين بلاش تكون قاسي كده هحاول بس ما اعتقدش اني هنجح طول ما انا معاك هتنجح ان شاء الله اتكلمتي بتسمو قالت يا ترى الاق راحت فين بس يا ابراهيم انا خايفة عليها قوي طول ما انا موجود في البيت دا مش عايز اسمعها تتذكر هنا دا مهما كان دي بنتنا بنتك انت لوحدك انما انا لأ وبعدين انت زعلان عليها ومش زعلان علي بنتك اللي كانت ضحية في الموضوع دا ويعلم اخبارها ايه دلوقتي برن عليها من بدري ومش بترد انا خايفة عليها قوي كله من بنتك اللي هربت مع الصايع بقى تسيب عاصم الشامي علشان الصيع دا اما زمن عجيب بصحيح كريم كويس يا ابراهيم وبيحب بنتك قوي ما انت لو بتعمل البنات زي بعض ما كانش دا حصل هقصدك ايه بالكلام دا هقصد اني لما قلق حبة واحد رحت دورتلها على عريس اما غادة كنت موافق على ما زن ومرحب بيه كمان انا عمري ما فرقت بينهم وانتي عارفة كده كويس بس للأسف تربيتك لبنتك هي اللي وصلتنا لكده بلاش تحط الزنب علي انا الوحدي وزي ما انا غلطانة انت كمان غلطان انا طالع لان لو قعدت اكتر من كده ممكن ارتكب جريمة سلام خرج ابراهيم وبتسام قعدت على الكنبة وتكلمت بعيات وقالت يمكن اكون اخطأت كتير قوي بس عمري ما فرقت بينهم ابدا وبالليل قلاء كانت قادة على السرير وبتفكر في عاصم والدموع نزلة من عميها وقالت انت غلطت يا قلاء وللأسف اللي بيدفع تمن غلطتك دلوقتي اختك انا عارفة اني غلطانة بس والله غرضي كان شريف وفي الوقت ده كريم فتح الباب ودخل وقالت انت ازاي تدخل كده ايه دي يا قلاء انا عملت نسخة من مفتاح القوضة بس ما حبيتش اقولك علشان ما تزعليش بس والله ولا مرة دخلت عليك انت بتقول ايه يا كريم وبعدين انا مستحيلة شك فيك مهما حصل كريم رح قعد جنبها وقال طب بمناسبة انك وثقة فيها بقى ممكن اعرف مالك فيك ايه واتمنى ما تقوليش مفيش علشان انت اكتر واحدة عارفة اني بكره الكلمة دي قوي انا شفت عاصم النهاردة ايه شفته لما رحت تجيب لي مية وقال لي انه تجاوز اختي ومش بس كده هقال لي انه هيخليها تدفع تمن غلطتي كريم اخد قلق في حضنه اللي انهارت من العيات وهي بتحكيله عن اللي حصل وقال لها طب اهدي وان شاء الله مش هيعمل حاجة وبعدين ممكن يطلع بيكدب عليك وما تجاوزش اختك ولا حاجة مش يمكن تكون دي تهديدات منه مش اكتر مستحيل يا كريم وبعدين هنعرف عاصم كويس طب ناوي على ايه هارجع يا كريم هارجع وهواجه امي وابويا هروبي مش هيجيب نتيجة وما كانش ينفع اهرب معاك كانت غلطة مني اتكلم كريم بابتسامة وقال انا مش هقف ضدك في القرار ده بس عايزك تفكري كويس قبل ما تاخدي الخطوة دي ان شاء الله اما عند غدا وعاصم غدا حضرت العشا وحطته على الصفرة بكل هدوء واستنت عاصم يرجع من برة علشان يكله سواء وبعد شوية غدا قلقت على عاصم قوي وقررت تنزل من الشقة تشوفه راح فين غدا فتحت الباب وخرجت على الطريق علشان تركب وقبل ما تركب عربية لقيت عاصم جاي عليها بعربيته عاصم اول ما شافها نزل من عربيته وتكلم بغضب وقال انت ايه اللي نزلك من الشقة لقت عليك انا مش عايل صغيرة علشان تقوليلي كده وبعدين انا ما بحبش الحركات دي انت شايفني ايه عشان تقولي ما بحبش الحركات دي والله انت قادرة عن اذنك عاصم طلعت الشقة وغدا طلعت وتكلمت بزعيق وقالت هقصدك ايه بالكلام دي عاصم انا عيشة بقالي 19 سنة وما حدش قالي الكلام ده عارف ليه علشان متربية كويس اتكلم عاصم بزعيق وقال لو على التربية ده واضح جدا من اللي عملته اختك صحيح علاقة كبيرة ومش صغيرة بس ساعات الانسان بياخد قرارات غلط زي ما وفقت اتجاوزك بالضبط اه دي كانت اكبر غلطة في حياتي دموع غدا نزلت على طول وعاصم دخل القوضة وقعد على السرير كانت اكبر غلطة يا عاصم ما كانش ينفع توافق انت خليت نفسك لعبة شطرنج في ايديهم بس قصة من بالله لا خد حقي تالت ومتلت غدا فتحت الباب ودخلت وتكلمت وقالت ولا مرة حد يقدر يهين كرمتي او يتجرق يقول عني كلمة وحشة زي ما حضرتك قلت من شوية انا دخل اقولك بلاش تحكم على حد من كلام سمعته عنه او حتى من موقف حصل هو ملهوش دخل فيه دي نصيحتي ليك عن اذنك عاصم قام وقال انت رايحة فين مش هقدر عيش مع واحد اهان كرمتي ولو عيشتي يبقى لازم استحمل اي كلمة تتقال لان بكل بساطة مش هيكون عندي كرامة بس انا محتاجك يا غادة لا يا عاصم انت لو محتاجني فلن زي ما بتقول ما كنتش قلت على جوازنا اكبر غلطة في حياتك عاصم وهو بيقرب منها قال ليه هو مش اكبر غلطة برضو بالنسبالك كنت حابة ديك فرصة بس بعد الكلام ده اقدر اقول لك انه فعلا اكبر واخبى قرار اخدته في حياتي غادة انا خلاص يا عاصم خلاص ما ينفعش تقول حاجة تاني كفاية اللي قلته وصحيح ورق الطلاق تكون عندي بكرة وان كان على اختي واللي عملته انا مستعدة اعوضك وده ازاي بقى انا قدامك اهو اعمل اللي انت عايزه ان شاء الله تموتني يمكن ترتاح من النار اللي جواك وانا كمان هرتاح من اللي بيحصل عاصم اخد غادة في حضنه وقال مش عايزك تزعلي مني بس انت وعطيني انك مش هتتخلي عني هقاله لما رجع زي الاول ماشي يا عاصم انا لسه عند وعدي بس لما ترجع عاصم بتاع زمان ساعتها هاخد بعضي وهمشي ومش هتشوف وشي تاني غادة لما قالت الكلام ده عاصم حسب وجع غريب قوي جواه ما كانش عارف ايه سببه بس كان وجع في القلب واتكلمت غادة وقالت له صحيح الاكل محطوط على السفرة بالهنة والشفاء غادة راحت قدت الاطفال ونامت فيها اما عاصي قبض ايده وقال بلاش تظلم البنت يا عاصم البنت ملهاش زمب في اللي حصل حتى قلق ملهاش زمب انت المزنب الوحيد في كل ده عاصم قعد على السرير وتكلم بهدوء وقال لازم تهدى عن كده يا عاصم غادة كويسة وبنت جدعة وكمان مسئولة مش زي اختها ماينفعش تسيبها تروح من ايدك وفي صباح يوم جديد عاصم قام من النوم ودخل الحمام واخد شاور ولبس بدلته ولما طلع ليه غادة في انتظاره وتكلمت بجدية وقالت دول شوية كتب هيساعدوك قوي لو قارتهم انت شايفاني مريض نفسي ولا حاجة هو انت انفكر ان اللي بيقره يبقى مريض نفسي لو ده تفكرك عن اللي بيقره تبقى انت فعلا مريض نفسي غادة كانت طلع من الاوضع لكن عاصم مسك ايديها وقال لها بلاش المعاملة النشفة دي غادة امار انت عايزني اعملك ازاي عاصم بي ازاي اي اتنين متجاوزين بس احنا مش كده ولا هنكون كده احنا تجاوزنا في ظروف غمضة وهنتطلق برضو في ظروف غمضة احنا تجاوزنا في ظروف انا وانتي عارفينها كويس ازاي تقول اتجاوزنا في ظروف غمضة هاقصد ان جاوزنا كان خارج اراتي وقراتك علشان كده قلت ظروف غمضة لو انتي شايفة كده يبقى تمام غادة حاطت الكتب اللي معها على الكومودينو وقالت الكتب هاي لما تبقى فاضي اراها لو الكتب دي هترجعني زي الاول وانتي هتبعدي عني مش هقراها وعندي اكون مريض نفسي ولا تبعدي عني قلبي غادة ده اجامد اوي لما قال عاصم كده عاصم قرب من غادة وقال غادة انا مو اجب بيكي انا عارف ان الاعجاب حاجة والحب حاجة تانية بس اعتقد ان الاعجاب مرحلة ما قبل الحب اتكلمت غادة بارتباك وقالت عاصم انت بتقول ايه متأكد اني هقولها قريب يا غادة ومتأكد كمان انك هتقوليها غادة خرجت من القودة على طول وكانت فرحانة كمان ما كانتش عارفة ايه سبب الفرحة دي بس كانت متأكدة ان الايام اللي جاية هتكون حلوة مر شهر كامل على الاحداث وما كانش فيه اي حدث مهم باستثناء حب عاصم لغادة ايوة عاصم حب غادة ونسي الاء خالص غادة قامت من النوم وكانت مبسوطة قوي لان عاصم في الشهر ده تغير معها خالص مش بس كده ده كان بيعملها احسن معاملة غادة طلعت من الاوضة ولقيت اللي واقف في المطبخ وبيعمل اكل عاصم عاصم راح عندها وبس راسها واتكلم بحب وقال صباح الخير قلتلك بلاش تعمل كده تاني حاضر بس ممكن تعودي على الكرسي عشان احضر الاكل ها انت اللي طابخ واقف من مطبخ من ساعتين يا رب الاكل يعجبك غادة قعدت على الكرسي وعاصم حط الاكل على الصفرة وقعد على الكرسي اللي جنبها وقال دوقي وديني رأيك غادة مسكت المعلقة وبدأت تاكل ها ايه رأيك الاكل حلو قوي تسلم ايدك بجد ونصيحة مني افتح مطعم متأكدة انه هينجح معك قوي بما ان الاكل عجبك ادوق انا بقى غادة هزت راسها بلأ وعاصم مسك المعلقة وبدأ ياكل ولكن فجأة مسك كباية المية وبدأ يشرب منها ويقول الاكل حد قوي ازاي قدرت تاكل مش يمكن محبتش اكسفك بما انك قاعد في المطبخ بقلك ساعتين عاصم حط الكباية على الصفرة وقال او يمكن قلبك بدأ يميل اتكلمت غادة بابتسامة وقالت ممكن عاصم فرح قوي وقام مسك ايد غادة زي المجنون وقال لها غادة انت بتتكلمي الجد غادة هزت راسها وعاصم قال لها يعني انت بقيت بتحبيني زي ما انا بحبك بالزبط بس انا معرفش اذا كنت بتحبيني ولا لأ لانك ولا مرة قلتلي انك بتحبيني ده انا مش بحبك بس انا بموت فيك غادة قامت وعاصم حضانها جامد قوي وقال ده اسعد يوم في حياتي غادة حاطت ايديها على ظهر عاصم وتكلمت بهمس وقالت عاصم انا بحبك قوي عاصم اول ما سمع الكلمة الدموع نزلت من عني لانه كان مستني الكلمة دي من زمان قوي عاصم باد عن غادة اللي اتكلمت بهدوء وقالت له بس عندي طلب طبعا طبعا اطلبي اللي انت عايزاه انا كلمت ماما مبارح وقالتلي اني قلاء رجعت واعتذرت عن اللي عملته بس بابا رفض يسمحها واعتقد انك لو رحت واتكلمت مع بابا يمكن هو يسمحها انا كنت هعمل كده من غير ما تقول يا غادة غادة بتسمت وعاصم قال لها طب روح يغير هدومك علشان هنروح يناك فرحت غادة جدا وقالت له حاضر وبعد مرور ساعة غادة وعاصم مصلوا بيت ابراهيم والد قلاء وغادة واتكلم ابراهيم وقال له اهلا اهلا بحباي بقلبي اتفضلوا غادة وعاصم دخلوا وعاصم اتكلم بهمس وقال روح انتي لأختك وانا هاعد مع ابوك واتكلم معاه حاضر غادة طلعت فوق وعاصم قاعد على الكرسي وابراهيم قاعد على الكرسي اللي قصاده وقال له اخبارك ايه يا ابني هكون بخير لو سمحت قلاء يا عمي مش بس كده لو وفقت على جوازها من كريم الشاب طلع صديق صاحبي وقال عليه كلام كويس قوي بس يا ابني انا اللي بطلب منك يا عمي وبقولها قدامك انا مش زعلان من قلاء يمكن في وقت كنت متضايق وحاسس باهانة بس استدقني دلوقتي مفيش حاجة خالص اللي تشوفه يا ابني اشكرك يا عمي وفي الوقت ده نزلت غادة ومعاها قلاء ووراهم ابتسام اللي كانت خايفة احسن جوزها يرفض كلام عاصم قلاء اول ما شافت عاصم وقفت مكانها وحاطت وشها في الارض وبعدها عاصم قام ورحلها وقال ما كنتش متوقع كده منك ابدا يا قلاء قلاء بصت لغادة اللي بصت لعاصم بصدمة واتكلم عاصم وقال ما كنتش متوقع ان هيجي اليوم ما شوفك عروسة يا بت قلاء ما كانتش فهمة قصد عاصم واتكلمت غادة في الوقت ده وقالت عاصم ممكن توضح كلامك عن كده عاصم مسك ايد غادة وقال صحيح كنت عايز ده اخد روحك في ايدي بعد ما هربتي بس دلوقتي لأ دلوقتي انا بشكرك انك هربتي وخلتين اتجاوز غادة انا بجد بشكرك غادة بتسمت وعاصم قال ابوك يوافق انه يسمحك مش بس كده ده وافق على جوازك من كريم عاصم اول ما قال كده قلاء جريت على ابوها وحضنته جامد وقعدت تعايد في حضنه وتكلم ابراهيم وقال خلاص يا حبيبتي خلاص في الوقت ده جي كريم لان عاصم كلمه وهو في الطريق وتكلم وقال له اهو كريم وصل بالمرة نلبس دبل بقى الكل ضحك وكانت نهاية سعيدة فعلا على جميع ابطال روايتنا وبعد خمس سنين كريم اتجاوز قلاء وجاب منها بنوتة حلوة قوي وسماها دير اما عاصم مغادة جابه توقم شبه بعض قوي الاول اسم محمد والتانية اسمها اصالع وبكده تكون انتهت روايتنا اتمنى تكون نالت اعجابكم وانتظروني في قصص تانية كتير دمتم فاماني